بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام لا زال الحديث متصلا عن الآثار المترتبة على عقد النكاح وقد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن الحقوق المشتركة بين الزوجين وعن حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج وفي هذا اللقاء سأختم الحديث عن هذه الآثار ببيان حقوق الأولاد والوالدين وواجباتهم وسأبدأ الحديث بحقوق الأولاد على الوالدين فالله جل وعلا شرع حقوقا كثيرة على الوالدين للأولاد حتى يخرج الأولاد إلى المجتمع وعقولهم سليمة وأخلاقهم رفيعة وقد تربوا على العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية ورضعوا القيم والمبادئ والأخلاق والمكارم الفاضلة ليستطيعوا النهوض بمجتمعهم والتعايش مع بقية أفراد المجتمع وحقوق الأولاد على الوالدين منها ما يكون قبل الولادة ومنها ما يكون بعد الولادة فأما حقوق الأولاد التي تكون قبل الولادة فأهم هذه الحقوق حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما فقد حث الإسلام الخاطبة والمخطوبة على حسن اختيار شريك الحياة وقد تقدم الكلام عن هذا الأمر في ما مضى من أحكام خطبة النكاح لكن ذكرت أمورا مهمة من أهمها أن أساس اختيار الزوجة هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك فالدين هو العنصر الأساس في اختيار الزوجة أيضا الدين والخلق هو العنصر الأساس أيضا في اختيار الزوج فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أمينا على زوجته الحق الثاني هو حق الجنين في الحياة فرعاية الطفل تبدأ من كونه جنينا في بطن أمه وذلك عن طريق رعاية الحامل والاهتمام بها صحيا ونفسيا والابتعاد عما يضر بها من ناحية الصحة وكل ما يتعلق بالإضرار بها من ناحية نفسية أو صحية فقد أثبتت كثير من الدراسات العلمية أن الحالات التي يولد الطفل فيها ضعيفا أو مريضا هي في الأصل ربما يكون سبب كبير من أسبابها ما تتعرض له الحامل أثناء هذا الحمل أيضا من حق الجنين في المحافظة على حياته أن الإسلام حرم إسقاط الحمل بدون ضرورة فحرم الإجهاض عموما وهو من الاعتداء على الجنين في هذه المرحلة ويشكل أيضا اعتداء على مخلوق وجناية على مخلوق وإن لمر النور بعد فلا يباح الإجهاض في الشريعة الإسلامية إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق أما حقوق الأولاد بعد ولدتهم فهي أيضا كثيرة ومن أهمها حقوق تتعلق باستقبال المولود كالمساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى خلافا لما عليه العادات أو لما كانت عليه العادات في الجاهلية أيضا استحباب الأذان في أذن المولود كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب أيضا تحنيك المولود بتمر أو شيء حلو والدعاء له بالبركة والتحنيك هو مضغ التمر أو شيء حلو ودلق الحنك به وقد أثبت الدراسات العلمية تمار وفوائد هذا الأمر أيضا من الحقوق حق اختيار الاسم الحسن للمولود فمن حقه أن يختار له الاسم الحسن في اللفظ والمعنى وأن لا يطلق عليه من الأسماء ما ينفر أو يكون طريقا أو سبيلا أو سببا للسخرية منه مستقبلا وذلك لما في الاسم الجميل من تأثير كبير على شخصية الإنسان وأيضا على سلوكه طوال حياته من الحقوق حق الختان وهو من الشعائر الإسلامية الواجبة في حق الذكور وقد ثبت أن ختان الذكور له فوائد صحية كثيرة من الحقوق ذبح العقيقة عن المولود والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود وقد وردت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه والسنة أن يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه من الحقوق أيضا حق النسب وهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج ويتعلق به عدة حقوق حق الأب وحق الأم وحق الولد سواء كان ذلك في الإرث أو في الإنفاق أو في الرضاعة أو في الحضانة أو في السكن أو في غيرها من الحقوق حق الرضاعة والرضاعة حق للطفل يثبت له بمجرد ولادته وهو واجب على الأم بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والرضاعة الطبيعية نعمة من الله وهي ذات فوائد مادية ومعنوية وصحية وتربوية كثيرة جدا من الحقوق حق الحضانة والطفل بطبيعة حاله يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وهذه الحضانة من واجبات الأم لأنها أحق الناس بهذا الطفل وأقدر الناس أيضا على هذه الحضانة لما جبلت عليه من الحنان والشفقة والقدر على التحمل والصبر فمن حق الأولاد أن تختار لهم الحاضنات اللواتي يعنينا بهم إلى جانب الأمهات وهذا إذا دعت الحاجة إلى وجود حاضنات مع الأمهات لكن ينبغي التنبيه إلى أن يختار الحاضنات بعناية وأن يكون معروفات بالدين والخلق لأن الأولاد يتأثر بهن سلبا أو إيجابا من الحقوق أيضا حق النفقة وهي من حقوق الأولاد على الأباء إلى أن يستطيع الأبناء إعالة أنفسهم وهي بالإضافة إلى النفقة على المأكل والمشرب والملبس والعلاج تتعدى النفقة هذا إلى الإنفاق عليهم فيما يخص تربيتهم وتعليمهم في جميع مراحل حياتهم ومراحل تعليمهم أيضا من الحقوق المهمة حق التربية وحق التعليم وهذا من أعظم مهام الأسرة في الإسلام وهي تربية الطفل فمسؤولية الأسرة نحو تربية الطفل تربية سليمة مسؤولية عظيمة وخاصة في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الملهيات والمغريات وسائل والجهات التي تؤثر في التربية ومن أبرز ما نؤكد عليه في هذه القضية أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية في نفس الطفل المسلم ومحاوم حبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تعليم الطفل الأركان الأساسية في الدين تعليمه الصلاة القرآن أداب الإسلام قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهو حديث مشهور معروف أيضا تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما القدوة الحسنة لأولادهما في أقوالهما وأفعالهما وتصرفاتهم المختلفة أيضا التربية تعتمد على تحكيم العقل والمداراه وإلى التخطيط السليم لهذه التربية عن طريق التشاور والتكامل بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الطفل حالا ومآلا من الأمور أيضا التي يجب التنبيه عليها فيما يخص التربية أنه يجب اجتناب محاذير لها آثار سلبية على الطفل من ضمنها التدليل المفسد وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد أيضا القسوة المفرطة وما يتعلق بها أيضا من تقريع للطفل وتأنيب وقسوة كذلك خطر التفرق في المعاملة وما يتعلق بها من تفضيل وإيثار بعض الأبناء على بعض فلذلك ولد بينهم العداوة والبغضاء والحقد سواء كانت تفاضل بين الذكور بعضهم مع بعض أو بين الإناث أو بين الذكور والإناث وهذا أسوأ لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وادلوا بين أولادكم وهذه التربية والتعليم كما أسلفت لا بد أن تقوم على الرحمة وعلى التعاطف والمحبة والحنان أيضا التوجيه إلى التمسك بمبادئ الدين الحنيف وتعاليمه وقيمه ومقومات الحياة المعاصرة والأخذ بأيدي الأبناء إلى تنبيههم إلى الطرق والسبل التي بسببها يستطيعون أن يتعايشوا مع الواقع المعاصر وينفتحوا على المجتمع وعلى أفراد المجتمع بدون أن يكون هناك ضرر على شخصياتهم الإسلامية وعقائدهم ومبادئهم الدينية من الحقوق أيضا حق الإرث وهذا حق من حقوق الأولاد أن يريثوا آباءهم وأمهاتهم بعد وفاتهم وهذا حق قرره الله جل وعلا في كتابه الكريم بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثيين ولهذا الحق أحكام وتفصيلات لا يتسع المقام لذكرها ويمكن الرجوع إليها في كتب الموارث الأمر الآخر حقوق الوالدين على الأولاد وحقوق الوالدين على الأولاد من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله جل وعلا لأنهما يبذلان من الجهود من أجل تربية الأولاد وإعدادهم للحياة الشيء الكثير وقد بيّن الله جل وعلا كثيرا من هذه الحقوق في قوله جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فهتان الآيتان تضمنت حقوق الوالدين بصورة لا لبس فيها ولا غموض من الإحسان إليهما أنهي عن نهرهما التواضع لهما إلى حد التذلل وهذا ليس عيبا بل هو مندوب مطلوب وجوب شكرهما وقد قرن الله جل وعلا شكر الوالدين بشكره كما في قوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أيضا تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله كما ثبت في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أيضا بر الوالدين ولو كان كافرين فلهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدى الكفر والمعاصي لأن الطاعة في المعروف كما قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أيضا تجنب أسباب سبهما وشتمهما وهذا من أكبر الكبائر كما في نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أيضا تقديم صحبة الوالدين على غيرهما بر الوالدين بعد وفاتهما فليس المعنى أن البر مقصورا عليهما في حياتهما وإنما هو ممتد إلى بعد الوفاة بالاستغفار لهما والدعاء لهما وقضاء دينهما أيضا من تمام برهما صلة أقاربهما وأصدقائهما ومن كان لهما به علاقة وود كما قال صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى